موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية في ربو عراقنا الغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا لهذا اليوم سيكون مراجعة عامة لأسئلة الرياضيات لطلبة السادس العلمي التمهيدي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي قبل البدء نرحب بالمشرف العلمي الأستاذ عبدالله أهلا أستاذ قصيح حياك الله السلام عليكم طلبتنا الأعزاء طلبة الامتحان التمهيدي والاختبار التمهيدي اختار لكم أسئلة مختارة اليوم الأستاذ المحترم أستاذ قصيح لتحاكي أسئلة الاختبار التمهيدي ولمواضيع مختلفة متنوعة من المنهج اختار تقريبا ست أسئلة أستاذ قصيح لك الكلام والإبتداء إن شاء الله شكرا لك سهلا أعزائي أريد كونوا نوايا دفترك قدامك قلم بيدك وحاول تجاوبني على أي سؤال سوف يظهر على الشاشة وسنحاول أن نناقش الأسئلة معا ونضع خطة عامة لحل أي سؤال وما هي متطلبات حل السؤال لتكون معين لكم إن شاء الله في امتحانكم القادم إذن السؤال الأول مهيئين لكم ستة أسئلة إن شاء الله يتسعي الوقت لذكرها ولكل سؤال فرعين وموزعة على مفردات المنهج المقرر لكم السؤال الأول الفرع ألف جدل معادلة التربيعية التي جذرها الجذر الأول هو ثلاثة ناقص آي على واحد زائد آي والجذر الآخر هو ثلاثة ناقص اثنين آي تربيع إذا قبل ما أبدي في حل السؤال أريد أناقشكم إذا إجاني هج سؤال بالامتحان شلون أجي أتعامل وياه شلون أفكر في خطوات الحل أكيد رح تقولوا لي المعادلة التربيعية قانونها هو أكس تربيع ناقص مجموعة جذرين في أكس زائد حاصل ضرب الجذرين يساوي صفر جيد جدا قبل إيجاد مجموعة جذرين وحاصل ضرب الجذرين يفضل أن يكون كل من الجذرين بصيغته الجبرية وإذا كان قابل للتبسيط إذن ثلاثة ناقص آي على واحد زائد آي قابل للتبسيط ومن خلال ضرب البسط والمقام بمرافق المقام كما تشاهدون الآن إذن مرافق الواحد زائد آي هو واحد ناقص آي وحاصل ضرب أي عدد مركب في مرافقه قانونه هو مربع الجزء الحقيقي زائد دائما مربع الجزء التخيلي عندما أقول لك الجزء التخيلي أقصد به معامل آي العدل اللي يصير صف الآي بعض الأخطاء اللي دا نشوفه عده الطلاب من يريد يضرب واحد زائد آي في واحد ناقص آي دا يقول واحد زائد آي تربيع لا ما تذكر آي تربيع في الملاحظة تقول أي زائد بي آي هذا القانون أريدك تثبت يا مك أبد ما تنسى إذن أي زائد بي آي في أي ناقص بي آي القانون العام يساوي مربع الجزء الحقيقي زائد دائما مربع الجزء التخيلي يعني واحد زائد واحد اثنين ما يخص حاصل ضرب البسطين أنت مخير تريد توزع ستقول لي هذا القانون شلون صار يعني شلون صار ثلاثة ناقص واحد وسالب ثلاثة وسالب واحد أنت مخير تريد تستخدم القانون الجاهز تريد تستخدم التوزيع يعني كل الطرق تؤدي إلى المئة إن شاء الله إذن أريدك تجرب بنفسك إذا التلاثة ضربتها مرة بالواحد ومرة بالسالب آي والسالب آي ضربتها مرة بالواحد ومرة بالسالب آي شوف لي الجواب رح يطلع اثنين ناقص أربعة آي أو لا تأكد بنفسك المقام هو اثنيا هذا الثنيا رح يكون مرة تحت الجزء الحقيقي ومرة تحت الجزء التخيلي سأحاول في هذه العجالة اليوم أن أؤكد على بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الطالب وهذا القطأ ربما تخسر فيه بعض الدرجات هذه الأخطاء شنو؟ الطالب من دايجي هنا رأسا دايجي يقول لي اختصر اثنين وهي اثنين هنا لا تجوز عملية الاختصار شوف اختصار بس مع مقام لا تجوز إلا إذا كان مضروب بكل ما بعده وما قبله اللي تقدر تسوي شنوه هذا الثنيا رح يكون مرة جوه اثنين ومرة جوه الاربعة فمن صار عندي اثنين على اثنين هو واحد ومن صار اربعة على اثنين اثنين وعندي آي معناها واحد ناقص اثنين آي تم تبسيط الجذر الأول الجذر الآخر يتحدث عن ثلاثة ناقص اثنين آي لكل تربيع وكلكم تعرفون قانون مربع الحدانية فإذا كان اي ناقص بي آي لكل تربيع هذا شي ساوي اي تربيع ناقص اثنين اي بي آي زائد مربع الحد الثاني بي تربيع اي تربيع وقيمة الاي تربيع سالب واحد وتدمج مع الجزء الحقيقي إذن سيكون ناتج تبسيط الجذر الآخر بعد ما سويت مربع حدانية صار عندي خمسة ناقص اثنين عش آي هسة شو مطلوب من عندك؟ مطلوب منك اثنين مراحل إضافية المرحلة الأولى إيجاد مجموع الجذرين المرحلة الثانية إيجاد حاصل ضرب الجذرين المرحلة الثالثة كتابة القانون والتعويض به فإذا كان الجذر الأول واحد ناقص اثنين آي والجذر الثاني خمسة ناقص اثنى عش آي فلابد أن مجموع الجذرين سيكون ستة ناقص أربع وطع عش آي ولابد أن حاصل ضرب الجذرين بمجرد إجراء التوزيع أيضا هنا ده شوفني يعني شمسوي مستقدم قاعدة جاهزة قالب جاهز تقول لي أنا ما متعلم على هذا الأسلوب أنا متعلم على التوزيع ولا يهمك ماك مشكلة أنا ما حاسبك على طريق الوصول إلى الناتج حاسبك على الناتج إذن رح تجي توزع واتأكد الجواب رح يكون سالب تسوى وطعش ناقص اثنين وعشرين آي هنا حاصلنا ثمانية من عشرة تريد تأخذ عشرة من عشرة عوض بالمعادلة التربيعية إذن المعادلة التربيعية ورما أكتبها اكس تربيع ناقص مجموع الجذرين في اكس زاد حاصل ضرب الجذرين يساوي صفر يتم التعويض المباشر تأخذ درجة كابلة إذن رح تقول لي الأكس هذا يصير أوزعها على القوس نعم يصير ولكنها لا تقلو من بعض الإشكالات شنو هذه الإشكالات بعض الطلاب يوزع الأكس على القوس لكن ما يوزع السالب على القوس فستكون خطوة إضافية فإن كانت خاطئة وحاسب عليها فإن تشلك بها المسألة هذه خلاص بمجرد أن يتعوض بالقانون انت أحل السؤال تبسيط بعد ما مطلوب منك هذا ما يخص السؤال الأول الفرع السؤال الأول الفرع يتحدث عن المعدلات الزمنية المسائل المرتبطة بالزمن ويتحدث عن مرشح مخروطي قاعدته أفقية ورأسه إلى الأسفل وارتفاعه يساوي 24 سنتيمتر وطول قطر لاحظ لازم تأكد على الكلمات الموجودة بالسؤال يعني طول قطر قاعدته وليس نصف قطر طول قطر قاعدته تساوي 16 سنتيمتر يصب فيه السائل بمعدل 5 سنتيمتر مكعب الثانية بينما يتسرب منه السائل بمعدل 1 سنتيمتر مكعب الثانية وجد معدل تغير نصف قطر السائل عندما يكون أو في اللحظة التي يكون فيها نصف قطر السائل 9 سنتيمتر يعني إذا اشتركنا أنا ياكم في مشروع تجاري على سبيل المثال وكان الإيراد الشهري أو السنوي لنا مثلا 5 ملايين دينار ولكن نحتاج إلى صرفيات مليون دينار زي نفسه هنا بالمحصلة إحنا مستفيدين له خسارة راح تقول أكيد استفادة إذا نحصل 5 ملايين وإذا نصرف مليون مثلا أقول أنا محصل إسا 4 ملايين نفس العملية هنا يصف فيه السائل بمعدل خمسة بينما يتسرب منه السائل بمعدل واحد بالمحصلة بأن السائل في حالة ازدياد بمعدل أربعة سنتيمتر مكعب ثانية راح تقول لي المعدلات الزمنية أعرف الموضوع ولكن شلون أبدي في حل السؤال خطوات الحل الرئيسية في كل سؤال بالمعدلات الزمنية الخطوة الأولى حاول ترسم واتثبت المعطيات مع الرسم حتى تعرف شنو اللي عندك وشنو اللي تريده وبعدين تبدي بفرض المتغيرات بأسماء معينة إذن المرحلة الأولى رسمنا هذا المرشح المخلوطي والماء هذا تشوفه أمامك إذن هذا الماء واضح جدا بأن الماء شكله مخروطي أيضا يأخذ شكل الإناء الذي يقع فيه والماء في حالة زيادة مثل ما اتفقنا بأن الديبي على دي تي يساوي خمسة ناقص واحد وتساوي أربعة واشناطيني بالسؤال يقول لي أريد معدل تغير نصف قطر السائل المخروطي عندما يكون ارتفاع السائل هو تسعة سنتيمتر كل ما يرد بعد كلمة عندما أو في اللحظة إذن هذا متغير أعزائي والمتغير مكانه الطبيعي يعوض بعد الإشتقاق أما الثابت فمكانه الطبيعي يعوض قبل الإشتقاق إذن هنا حاولت أرسم المخروط أكيد نصف القطر للسائل في حالة ازدياد أكيد ارتفاع السائل في حالة ازدياد حجم السائل أيضا في حالة ازدياد إذن خطوات الحل بعد الرسم هو فرض المتغيرات بأسماء معينة أؤكد إذن متغيرات بين هلالين المتغيرات من المتغيرات قلنا كلها في حالة تغير فرض المتغيرات بأسماء معينة إذن رح أقول ارتفاع الماء خلي أسميه H نصف قطر قاعدة الماء خلي أسميها R حجم الماء المخروطي خلي أسمي V دير بالك ترى عندي مرشح مخروطي هذا ثابت وعندي ماء مخروطي هذا في حالة تغير أستاذ قصايح قبل أن ننطلق إن شاء الله بالحال بس حبيت أوضح شغلة طلابنا العزاء نحن مجال الشرح بالعكس الوقت ما يصعفنا نحن في مجال تقديم ملخص لمنهجكم لكن نشبه التغير بالمعدلات الزماني دائما أذكرها للطلاب بأنه كأنك شغلت كاميراة الفيديو على المرشح المخروطي بدأ السائل يصاب فيه ويتناقص فعندما يقول في اللحظة المعنى كأنك ضغطت على ستوب فيمكنك قياس المتغيرات التي توقفت عند هذه اللحظة أو هكذا العملية بالمعدلات ترى بهذا الشكل وتتمحور حول هذا الشكل هذه المعلومة بشكل عام عن المعدلات المرتبطة بالزمن فيما يخص هذا السؤال أستاذ قصاي إن شاء الله راح يستعرض لكم بالتفصيل وشكرا إلى شكرا إلى إذن هنا خطوات الحل الخطوة الأولى فرض المتغيرات بأسماء معينة وكما تفضل أستاذ عبدالله يعني هسة هو الارتفاع في حالة تغير يعني هسة يقول لي في اللحظة التي يكون تسعة بعد شوية راح يصير عشر قبل شوية كان ثمانية ولكن في لحظة ما كأني التقطت صورة لهذه الحادثة إذن هنا الصورة صارت ثابتة لكن حقيقة الأمر هذا في حالة تغير دائم هو إذن الخطوة الأولى فرض المتغيرات بأسماء معينة الخطوة الثانية إيجاد علاقة بين المتغيرات والعلاقة غالبا ما تكون قانون الشكل الهندسي لأن ما طوله وناطيني دي في على دي تي يعني وصلتني رسالة مستعجلة تقول اكتب قانون حجم الماء المخروطي ومن ثم قم باشتقاقه لأن فرض المتغيرات إيجاد علاقة بين المتغيرات ومن ثم اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن إذن العلاقة هنا قانون حجم المخروط وتعلمون أن حجم المخروط يساوي ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع باي على ثلاثة آر تربيع أج كما تفضل به أستاذ عبدالله نحن الآن ليس في موضع شرح الموضوع حتى نحاول نكسب الوقت ولكن نحاول نمر مرور سريع على أهم فقرات كل سؤال إذا ردت أشتق هذا على وضعه الحجم في حالة تغير نصف القطر في حالة تغير الارتفاع في حالة تغير وأقوم بالاشتقاق وإذا بظهور خمسة مجاهيل يعني دي بي على دي تي آر دي آر على دي تي أتشو دي أش على دي تي ولكن هنا توجد قلة في المعلومات نعطيني الأتش ويريد مني دي آر على دي تي إذن ما طول ديري الدي آر على دي تي رح توصل لرسالة أخرى تقولي يفضل جعل قانونك هذا بدلالة آر يفضل جعل قانونك بدلالة آر إذن شلون رح أقلص عدد المتغيرات في السؤال المنقذ هنا هو قانون تشابه مثلثيا أو دوال مثلثية ساين أو كوساين أو تان فإذا ما سميت هذه الزاوية ثيتا على سبيل المثال فأقدر أقول تان ثيتا بالنسبة للمثلث الصغير هو مقابل على مجاور آر على أج وبالنسبة للمثلث الكبير هو ثمانية على أربعة وعشرين وإذا أردت أقول تشابه إذا تشابه مثلثا تناسبة أطوال أضلعهما إذا طرفين يساوي وسطين رح يصير عندي ثمانية أج يساوي أربعة وعشرين آر يعني معناها الأج يساوي ثلاثة آر وين رح يخدمني هذا الأج يساوي ثلاثة آر سوف نعوض بالقانون بدلا عن الأج ثلاثة آر رح تقول لي موآني قاري سؤال بالكتاب شو مسوي بدلالة أج نعم إذن هنا النقطة في السؤال إذا طلب منك دي أج على دي تي سيكون فحو الرسالة بأن اجعل قانونك بدلالة أج يفضل ذلك مو يجب هناك طرق أخرى وإذا رايد منك دي آر على دي تي رح يقول لك الأفضل إلك أن تجعل قانونك بدلالة آر يعني لو رايد منك دي أج على دي تي كان قلت بما أن الأج يساوي ثلاثة آر فإن الأر تساوي أجعل ثلاثة وعوض مكان الأر أجعل ثلاثة وأجعل القانون بدلالة أج إذن هنا في هذا السؤال سوف أجعل القانون بدلالة آر لاحظ جيدا إذن جعلت القانون بدلالة آر هسا راح تجي تسأني سؤال إذ قل لي ما يخالف هسا أني جيت وياك راح أجعل القانون بدلالة آر لكن من أجي أشتقش راح أصير دي بي على دي تي عندي ناطنا ياها الدي آر على دي تي يريدها لكن الار ما عندي أنت ناطيني أج يصير لو ما يصير أقول لك يصير هذا اللي اتفقنا عليه متغير في لحظة ما إحنا التقتنا صورة إليه مكانه الطبيعي هو تعويضه بعد الاشتقاء مكانه الطبيعي ولكن يجوز ركزوا إياه يجوز تعويضه قبل الاشتقاء لإيجاد قيمة متغير آخر ليتم تعويضه أو تعويضهما معا بعد الاشتقاء إذن أنا شاحتاج أحتاج أر أنت ناطيني أج إذن عوضت أمو كان الأج تسعة استخرجت قيمة أر تساوي ثلاثة إذن ما الذي تبقى لدينا هنا سوف أجري عملية الاشتقاء ومن ثم التعويض المباشر إذن الجواب ظهر أمامكم الآن دي آر على دي تي يساوي أربعة على سبعة وعشرين باي سنتيمتر بالثانية هذا شيء يمثل معدل تغير نصب قطر السعر إن شاء الله تكون الصورة واضحة ونذهب معا إلى السؤال الثاني الفرع القطوع المخلوطية فيها قطع مكافئ قطع ناقص قطع زائد جد معادلة القطع الناقص الذي محوراه هما المحورين الإحداثيين يعني بؤرته وين إذن ربما تكون بؤرتاه تقعان على محور السينات وربما بؤرتاه تقعان على محور الصادات يعني الاحتمالين قائم زيان إيش جاي يقول لي وإحدى بؤرتين يتمثل قيمة س القيمة العددية لس تبعد عن الرأسيا بالعددية واحد وتسعة بعض الأسئلة لكي يتم فهم فكرتها يفضل الرسم لهذا السؤال حتى أفهم الفكرة رسمت قطع ناقص افتراغي أنا رسمت البؤرة على محور السينات ولكن واقع الحال احتماليا قائمة إذا كانت إحدى البؤرتين هذه فاش دايقوا لي بالسؤال دايقوا لي إحدى البؤرتين تبعد عن الرأسيا بالعددين واحد وتسعة واضح جدا بأن بعدها عن الرأس القريب واحد وبعدها عن الرأس البعيد تسعة من خلال هذا الرسم مش تستنتج واضح جدا بأن البعد بين الرأس الأول والرأس الثاني يساوي واحد زائد تسعة اللي هو عشر يعني معناها التو أي تساوي عشر بعد إذا كانت المسافة مننا إلى هنا واحد واضح جدا بأن المسافة مننا إلى هنا واحد زين هذه كلها التسعة من تاخد منها واحد إذن رح يبقى ثمانية هذا الثمانية شي يمثل يمثل الاثنين س البعد بين البؤرتين زين يجيين طالب آخر يقول لا أنا عندي غير طريق أنا استنتجت الاثنين أي تساوي خمسة عشر عفوا إذن معناها الأي تساوي خمسة فإذا كانت المسافة مننا إلى هنا تساوي خمسة والمسافة مننا إلى هنا تساوي واحد لابد أن هذا المسافة تساوي خمسة ناقص واحد أربعة نفس الشي إذن من خلال الرسم عفوا أستاذ قصير هنا هم لدي ملاحظة الرسم من التفقيل لا مطلوب بالقطوع يمكن لدينا مثال واحد يناقش به الرسم يطلب الرسم هنا برأيك الطالب ممكن يكون فكرة عن السؤال الرسم لا مطلوب منك في هذا السؤال لكن لا يمكن يفتهم إذا لم يسوي لفد مخطط بسيط صعب عليه صح لكن بس ممكن نطيف رسالة تطمين نقول ملاحظة يمكن استخدامها وزاريا إذا كان تبعد عن الرأسيا بعدديا فإن مجموعهما توأي وفرقهما الموجب توسي وأكد على الموجب يعني هناك كبير ناقص صغير بدون أن ترسم تريد تستخدم هذا القانون صح مقبولة وزاريا وتأخذ الدرجة الكاملة إذن هنا من خلال ما قلناه بأن الأي تساوي خمسة والسي تساوي أربعة العلاقة الرئيسية أي تربيع تساوي بي تربيع زاء السي تربيع تم استنتاج بأن البي تربيع تساوي تسعة لم يحدد موقع البؤرة في السؤال ما قل لي البؤرة على السينات ولا قل لي البؤرة على الصادات قل لي محورة هما المحورين الإحداثيين هذه العبارة تشير إلى أن موقع البؤرة بأحد احتماليا ربما سينات وربما صادات إذن أكتب قانون السينات وأعوض وأكتب قانون الصادات وأعوض تصلنا رسائل من بعض الطلاب تقول إحنا بالمدرسة ماخذين المعادلة معادلة القطع الناقص الصادي نكتبها أكستر بيع على تسعة زائد واي تربيع على خمسة وعشرين يسائل واحد زين تشلون كاتبها واي تربيع على خمسة وعشرين نقول لك هنا عملية الجمع عملية إبدالية ما يهمك أشلون تكتبها يكتبها المهم البؤرة إذا عسينات أريد أي تربيع جو الأكستر وهو الأكبر على دلقاء نعم وإذا البؤرة عصادات الأي تربيع رح يكون تحت الواي تربيع السياه أول ياه ثاني بكيفك لأن عملية الجمع إبدالية ولكن في القطع الزائد لا عملية الطرح ليست إبدالية تبدي بالأي تربيع بالبداية الفرع ألف إن شاء الله يكون سهل الفرع أيضا تابع إلى الفصل الثالث إذا كان للمنحني أفوف أكس تساوي ثلاث أكس ناقص أكس تكعيب زاء سي نقطة نهاية الصغرى محلية تقع على محور السينات تعلمون أن أي نقطة تقع على محور السينات يكون الواي لها صفر وأي نقطة تقع على محور الصادات يكون الأكس لها تساوي صفر إذن مكان ما يقول لك الواي قيمة صفر ومكان ما يقول لك تمتلك نهاية اللي الواي يساوي صفر حاول يستخدم مراد في رياضياتي قل لك تقع على محور السينات أنت رأساً تقول للواي يساوي صفر بما أن النقطة تقع على محور السينات يكون الواي لها يساوي صفر بعد شاحتاج؟ أحتاج الـx لأن نقطة هي نقطة النهاية الصغرى من جاية أصلاً؟ لون أني أجيحسب نهايات العظماء والصغرى غير أشتق المشتقة الأولى وأساويها بالصفر واستخرج قيمة x إذن خلي أشتق المشتقة الأولى وأساويها بالصفر على سبيل المثال طلعت لك الـx تساوي 3 مثلاً راح تقول لي إذن 3 صفر هي نقطة النهاية الصغرى لين هو دي يقول لك صغرى؟ طلعت لك الـx سالب 1 مثلاً تقول له سالب 1 صفر نقطة النهاية الصغرى هي ما راح تطلع لك يجيه لكن دي أقول مثلاً لكن إذا اشتقيت المشتقة الأولى وساويتها بالصفر طلعت لك 20x مثلاً 1 و 2 زي عجباً من هو النهاية نقطة النهاية الصغرى؟ هل هي 1 صفر لو 2 صفر؟ أنت مخير بين أمرين تريد ترسم خط الأعداد للمشتقة الأولى و من خلال الأسهم اللي راح تسويها و الإشارات مناطق التزايد و التناقص تحرف منه العظمى و منه الصغرى تريد تروح إلى المشتقة الثانية طريقة فحص النقطة الحرجة من خلال المشتقة الثانية إذن الـx طلعت موجب أو سالب 1 اشتقيت المشتقة الثانية شو تقول الملاحظة؟ إذا كانت ركز ويايا وكي تذكر هوداً نحاول نعزز المفاهيم إذا كانت المشتقة الثانية عدداً ثابتاً وكان موجباً فلابد أن النقطة هي صغرى وإن كان سالباً فلابد أن النقطة هي عظمى لكن إن كانت المشتقة الثانية تحوي على المتغير x لابد أن نعوض قيمة x للنقطة الحرجة بالمشتقة الثانية إذا كان الجواب موجب أقول عليها صغرى إذا كان سالب أقول عظمى وإذا صفر الطريقة فاشلة في تحديد نوع النقطة عندها يجب الرجوع إلى خط الأعداد للمشتقة الأولى إذن منعوضت الواحد طلعت جواب شنوه؟ طلعت جواب سالب إذا سالب يعني عظمى تهمل من عوضة السالب واحد طلعت جواب موجب إذا صغرى إذن شنو نقطة النهاية الصغرى؟ الواي هو صفر الأكس هو سالب واحد إذن سالب واحد صفر هي نقطة النهاية الصغرى وين الخطأ اللي إذا وقع به طالب؟ ده يسوي كل هذا الحجي وفاهم الفكرة وده يشتغل صح لكن نتيجة للاستعجال يتوهم بهذه الستة والطالب ده يقول لي سالب واحد ستة هي نقطة النهاية الصغرى؟ لا ما يصير هذه أخذ إشارتها بس أنا عرفت الواي يسوي صفر والأكس هو سالب واحد إذن سالب واحد صفر نقطة النهاية الصغرى التي تحقق معادلة المنحني أرجع للمعادلة الأصلية أعوض مكان الأفوف أكس صفر مكان الأكس سالب واحد أستخرج قيمة سي إذن إش دريد منك بالسؤال جد قيمة سي خلاص صايفني بس إن شاء الله الفكرة واضحة وخلي نشوف شم هيئ لكم السؤال الثالث الفرع ألف فيه ثلاثة التكاملات التكامل الأول ثلاثة ناقص جذر خمسة أكس على جذر سبعة أكس دي أكس شون أتعمل بيهيش نوع من الأسئلة جذر سبعة أكس أسوي جذر سبعة في جذر أكس يفضل ذلك جذر خمسة أكس رح أسوي جذر خمسة في جذر أكس هذه الجذر سبعة يعني من سويته جذر سبعة في جذر أكس هذه الجذر سبعة يفضل إخراجها خارج التكامل طبعا نصير واحد على جذر سبعة ما تبقى من الجذور تحول إلى أسس وأشوف مشتقة داخل القوس إذا كانت نفسها خارج القوس نطبق القاعدة الخامسة إذا كانت تختلف عنها بعدد ثابت نجري عملية موازنة ثم نستخدم القاعدة الخامسة من اشتقية داخل القوس كان ناتج المشتقة هو السالب جذر 5 على 2 X والسالب نص أنا عندي X والسالب نص إذا ما أحتاج؟ أحتاج بالداخل سالب جذر 5 على 2 وخارج التكامل مقلوبة يعني كأنه ضربت في واحد يعني بالداخل ضربت كأنه في سالب جذر 5 على 2 في سالب 2 على جذر 5 لكن اللي أحتاجه بقيته داخل التكامل واللي ما أحتاجه طلع خارج التكامل ساد قصي العفوة أحتاجه حتى يوفر المشتقة حتى يوفر المشتقة نحن نجري نشرح الطلاب خارجي نعم نعم فمشتقة يجب أن تكون مشتقة داخل القوس موجودة خارج القوس عينا إذن هنا المشتقة حالياً توفرت مثل ما تشوفه هس القوس يستنسخ يقع على حاله أضيف للأس واحد أما تقول أقسم على الأس الجديد أو أضرب فيه مقلوب الأس الجديد هذا ما يخص الفرع الأول ما يخص الفرع الثاني يتعلق بقوانين الدوال المثلثية أو ما تصمى بالدوال الدائرية لا يمكن إجراء التكامل إلا إذا كانت الزوايا موحدة هس هنا البسط الزاوية هي 6x والمقام الزاوية 3x يعني لو اثنين هم أسويهم 6x لو اثنين هم أسويهم 3x شنو قوانين التحويلات؟ راح نرجع إلى قانون كوساين 2x تقدر تذكرني بي؟ قانون كوساين 2x هذا بيه 3 قوانين القانون الأول هو كوساين تربيع x ناقص ساين تربيع x القانون الثاني 2 كوساين تربيع x ناقص 1 والقانون الثالث 1 ناقص 2 ساين تربيع x فإذا كانت 2x راح أصير x إذا كان 6x هذا ش راح أصير هنا؟ راح أصير 3x يعني هذا الاتجاه اللي ذكر قبل قليل يحول الزاوية من حالة الضعف إلى حالة النصف إذن واضح جدا في هذا السؤال استخدمت القانون الأول ومن ثم أجرينا التحليل فرق بين مربعين ومن ثم اختصار هذا القوس مع هذا القوس المتبقي أولادي صار تكامل مباشر تكامل الكوساين شنو؟ راح تقول لي ساين أقول لك لا تكامل الكوساين هو الساين بشرط وجود مشتقة الزاوية حتى يكون كلامي دقيق لازم أذكر العبارة كاملة تكامل الساين شنو؟ لا تقول لي سالب كوساين تقول لي سالب كوساين بشرط وجود مشتقة الزاوية إذن تكامل الكوساين هو الساين بشرط وجود مشتقة الزاوية شنو مشتقة الزاوية؟ ثلاثة أحتاج ثلاثة هنا بالداخل أحتاجي هنا ثلاثة لأجل الموازنة وأحتاج بره واحد على ثلاثة فخليها ببالك في موضوع التكاملات تقول لي أنا إذا مردت أسوي موازنة وسويت الموازنة ببالي وأكتب الناتج بشكل نهائي يصير لو ما يصير يصير ماكو مشكلة لكن الموازنة من تكون بعدد ثابت هذا رح يكون قطعتين قطعة داخلية وقطعة خارجية القطعة الداخلية سويها ببالك والقطعة الخارجية تكتب على الورقة إذن تقول أنا أحتاج بالداخل ثلاثة وأحتاج بره واحد على ثلاثة إذن اكتبت واحد على ثلاثة وتكامل الكوسين هو سين زياني هنا أحتاج بالداخل ثلاثة وبره واحد على ثلاثة هذه واحد على ثلاثة وتكامل السين هو سالب كوسين وأبد لا تنسى تكتب زائد سي هذا إذا كان التكامل غير محدد أما إذا كان التكامل محدد كامل بالطريقة الاعتيادية لكن ما رح تكتب زائل سي ما حاجة إلها اتعوض مرة مكان الأكس الحد الأعلى مرة مكان الأكس الحد الأدنى هسا شنو مشتقة الإي أس أكس أريدك تفكر وتجاوبني شنو مشتقة الإي أس ثلاثة أكس تحديدا رح تقول لي إي أس ثلاثة أكس في إي أس ثلاثة أقول لك شنو تكامل الإي أس ثلاثة أكس تقول لي هي إي أس ثلاثة أكس بشرط وجود مشتقة الأس يعني اتجاهين ميز بيناتهم مشتقة الإي أس يو هي نفسها في أؤكد في مشتقة الأس هذا ذهب زين الإياب تكامل الإي أس يو هي نفسها بشرط وجود مشتقة الأس إذن في هذا السؤال مشتقة الأس هو ثلاثة إذن شاحتاج أحتاج ثلاثة داخلية لأجل الموازنة وأحتاج ثلاثة خارجية هذه رح تبقى على الورقة إذن رح أجري عملية الموازنة إذن تكامل الإي أس ثلاثة أكس رح أصير ثلاث إي أس ثلاثة أكس مرة أعوض مكان الأكس لن خمسة ومرة أعوض مكان الأكس لن ثلاثة من خواص اللن اللغة رتم الطبيعية واللغة رتمات عموماً العدد اللي صاير على يسارة يتحول إلى أس والعكس صحيح يعني رح يصير خمسة تكعيب وهنا رح يصير ثلاثة تكعيب الإي قانون جاهز يقولي إي أس لن أكس هذا يساوي أكس يفترض حافظه هذا القانون إذن رح يبقى خمسة تكعيب اللي هو مية وخمسة وعشرين ثلاثة تكعيب اللي هو سبعة وعشرين وبعدها تطرح والجواب ثمانية وتسعين على ثلاثة ربما الشرح سريح نوعاً ما وأكد مرة ثانية نحن اليوم مو في موضع شرح المادة بقدر نحاول أن نستعرض أكبر عدد من الأسئلة عسى أن تفيد في امتحانكم القادم أستاذ قصيح عفونا نعود على السؤال الأخير نعم هنا لما نقاملنا أستاذ قصيح ممكن الطالب أصلاً الثلث يجعلها خارج ممكن يعني هذه الثلث أول خطوح نعم هذه الثلث تريد تكون داخل القوس تريد تكون خارج القوس نعم ماكو مشكلة هي أصلاً خارج التكامل نعم فإذا كانت داخل القوس وتريد تعوضها رح تعوض هنا مرتين وإذا تريد تبقيها بالخارج فالخارج رح تتعوض الداخل والناتج شكراً السؤال الثالث الفرعب احسب باستخدام مبرهنة دي موبر أو التعميم شك داي يريد من عندك بالسؤال ركز ويايا داي يريد اثنين كوسين ثلاثة باي على ثمانية زائد آي ساين ثلاثة باي على الثمانية اس سالب أربعة السؤال لا يخلو من نقطة لطيفة زياني شنو هاذ النقطة فرق كبير جداً إذا قل لك الكل اس سالب أربعة أو قل لك السالب أربعة على قوس إذا كانت الكل اس سالب أربعة فهذا السالب أربعة للآر رح تصير اس يعني رح تصير اثنين اس سالب أربعة إذا القانون اللي رح استخدمه الآن هو الملاحظة اللي موجودة أمامك تنويه مهم جداً جداً إذا اثنياً كوسين اثنياً قوس السالب أربعة لا يساوي اثنياً قوس الكل السالب أربعة زياني سوي هنا الثنياً بقت على وضعها هذا الثنياً هذا السالب أربعة حسب قانون التعميم نحن عندنا مبارهنة دي موضر وعندنا تعميم مبارهنة دي موضر مبارهنة دي موضر بشكلها الأساسي القوة موجبة عدد صحيح موجب ولكن إن كانت القوة سالبة أنت هنا للاختصار تقراها موجبة وتبدل إشارة الوسط يعني تضرب الأربعة وتبدل إشارة الوسط رح تقول لي مين تجيب هذا الحجي أقول لك ما يكون مشكلة هي بالأصل سالبة يعني أنت أضرب السالب أربعة هنا وأضرب السالب أربعة هنا ولكن لأن الكوساين دالة زوجية يعني كوساين سالب ثيتا تساوي كوساين ثيتا لكن ساين سالب ثيتا تساوي السالب ساين ثيتا لذلك هنا سالب 12 باي على ثمانية صارت 12 باي على ثمانية وهنا سالب 12 باي على ثمانية سالب هنا كانت انضربت في موجب صار السالب في حالة وجود الاختصار اختصر 3 باي على 2 هي زاوية محورية 170 درجة الساين مالتها سالب واحد والكوساين صفر وحصلت الصيغة الجبرية اللي هو صفر زائد اثنين عم لكن هنا أريد أن أنوه إلى أمر آخر شوف هذا التنويه وهو مهم جدا في الحل المعروض سابقا تم استخدام تعميم ديموبر حس يجي طالب يقول لي أنا ما يعجبني أستخدم التعميم أنا أريد أستخدم أصل مبرهنة ديموبر اللي هي القوة عدد صحيح موجب أقول لك ولا يهمك هنا رح تنزل للمقام هذا الأسالب أربعة من ينزل للمقام رح يصير أس أربعة طبق مبرهنة ديموبر بسط حول إلى الصيغة الجبرية للمقام وتقدر تضرب البسط والمقام بمرافق المقام وكل الطرق تؤدي إلى المياه أو أسلوب آخر أستاذ قصيح هي أسالب أربعة السالب يرفع للأعلى كان يحصل ضرب أسين يرجع إلى أصلها فيصير القوس أس أربعة أس سالب واحد يدخل الأربعة باستخدام ديموبر ثم ينزل الأسفل أيضا فالرياضيات ليس بالضرورة أن تحل بطريق واحد ولكن ما يهمنا هو الوصول إلى جواب صحيح التأكيد الآخر قبل ما ننتقل إلى السؤال الذي بعده هناك فرق شاسع بين السالب أربعة والواحد على أربعة دير بالك يعني هذا السالب أربعة معناها واحد على القوس أس أربعة ولا يساوي أبداً القوس أس واحد على أربعة هذا الشوقت أقول له واحد على أربعة إذا قال لي بالسؤال جد الجذور الأربعة للعدد المركب كوساين ثلاثة فاي على ثمانية زائد آي ساين ثلاثة فاي على ثمانية إن شاء الله الصورة واضحة ووصلنا إلى السؤال الرابع الجد المساحة المحددة بمنحن الدالة واي تساوي أكس تكعيب ناقص أربعة أكس ومحور السينات وعلى الفترة السالب اثنين صفر موضوع المساحات موضوع شيق جداً وفيه تفاصيل لطيفة ولكن ما يهمنا الآن أول عملية نجريها نقوم بحساب نقاط التقاطع مع محور السينات تحديداً ألمود أقدر أعرف كم منطقة عندي كم تكامل كل منطقة تمثل تكامل فلو كان المنحني مثلاً بالصورة التالية إذن اللي يحصر المنحني مع محور السينات منطقة واحدة إذن رح يصير تكامل واحد وإذا كان المنحني على سبيل المثال بهذه الصورة فهناك هذه منطقة وهذه منطقة إذن لكل منطقة يوجد تكامل ولكن بدون أن أرسم شو تقول الملاحظة استخرج نقاط التقاطع مع محور السينات عن طريق مساواة الدالة بالصفر لأن ال-Y يساوي صفر استخرج قيم X قارنها مع الفترة المعطاة اللي ينتمي إلها رح يجزئ التكامل يعني معناها عندي أكثر من منطقة واحدة وإذا كان طرفاً فيها أو لا ينتمي لها فإنه لا يجزئ التكامل إذن أول مرحلة رح أجي أستخرج نقاط التقاطع طلعت عندي نقاط التقاطع صفر تنتمي لكنها طرف سالب 2 تنتمي لكنها طرف بالفترة و2 أصلاً لا تنتمي إذن المساحة كم تكامل هيصر عندي؟ رح يصير تكامل واحد من سالب 2 إلى صفر أجري عملية التكامل ومن ثم التعويض الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى وأبد لا تنسى ويكون التكامل لازم يكون التكامل داخل قيمة مطلقة فلو كانت الفترة في هذا السؤال مثلاً سالب 2 3 لو كانت الفترة سالب 2 3 هسه شرح يصير عندي؟ إذا كان الـ X تساوي صفر الصفر ينتمي وإذا كانت الـ X تساوي 2 الثنين تنتمي والـ X تساوي سالب 2 سالب 2 تنتمي لكنها طرف زين شرح يصوي هسه إذن عندي الفترة الأصلية سالب 2 3 دخل بيناتهم الصفر والثنين إذن كم تكامل سيصير؟ من سالب 2 للصفر هذا التكامل الأول ومن الصفر للثنين هذا التكامل الثاني ومن الثنين إلى التلاثة هذا التكامل الثالث ولكل تكامل يكون محصور بالقيمة المطلقة طبعاً أبد لا تنسى كامل وبعدين تعوض حد أعلى وحد أدنى السؤال الرابع الفرعباء اختبر إمكانية تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة ما هي شروط القيمة المتوسطة؟ لكي تتحقق شرطين فقط أن تكون الدالة مستمرة على الفترة المغلقة وأن تكون الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة إذا قال لي شنو؟ إذا قال لي قيمة متوسطة لكن إذا قال لي رول الشروط ثلاثة مستمرة على الفترة المغلقة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة الصور متساوية للفترة صورة A تساوي صورة B التفسير الهندسي ليس مقتهس لكن إذا كانت الدالة النسبية وهي الدالة التي تحتوي على متغير في المقام مجال الدالة النسبية هو R مع عدى القيم التي تجعل المقام صفر شنو القيمة التي تجعل المقام صفر هي سالب اثنين ليش؟ إذا أردت أقول X زائد اثنين يساوي صفر يعني معناها X يساوي سالب اثنين إذا مجال هذه الدالة شنو؟ هو R مع عدى السالب اثنين فإن كانت هذه السالب اثنين تنتمي إلى الفترة المغلقة المعطات نقول أن الدالة غير مستمرة ولا يمكن تحقق أي شيء وإن كانت لا تنتمي إلى الفترة المغلقة المعطات فنقول أن الدالة مستمرة إذن واضح جدا أن الدالة مستمرة على الفترة المغلقة سالب واحد اثنيين لأنها تقعض من مجالها R مع عدى السالب اثنيين من أريد أشتق مشتقة الدالة النسبية المقام في مشتقة البست ناقص البست في مشتقة المقام على المقام تربيع القيمة التي تجعل المقام صفر للدالة الأصلية هي نفسها للمشتقة لذلك مجال المشتقة أيضاً أرمى عدد سالب 2 فإن كانت السالب 2 لا تنتمي إلى الفترة المغلقة فمن باب أولى بأنها شنو لا تنتمي إلى الفترة المفتوحة إذن الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة سالب 1-2 لأنها تقعد من مجالها هساً اتحقق القيمة المتوسطة؟ نعم اتحقق زيان ماذا يقول لي؟ رح أبحث عن أداة الشرطة الموجودة بالسؤال يقول لي هنا هو إن تحققت جد قيمة س ماذا تقول للملاحظة؟ توجد قيمة واحدة على الأقل س تنتمي إلى الفترة المفتوحة المعطات تحقق مساواة ميل المماس بميل الوتر إذن ميل المماس هو إذا كان f' للx وهذا إذن f' للc يساوي سالب 4 على c زائد 2 تربيع ميل الوتر رح أجيء حسبه f of b ناقص f of a على b ناقص a ومن ثم مساواة ميل المماس بميل الوتر لإيجاد قيم أو قيمة س الملاحظة تقول توجد قيمة واحدة على الأقل إذن طلعت عندي قيمتين الصفر ينتمي إلى الفترة سالب واحد اثنيا والسالب أربعة لا ينتمي وأبد لا تنسى قيمة س تقارن مع الفترة المفتوحة وليس الفترة المغلقة خلينا نشوف السؤال الخامس الفرع ألف سهل جدا جدا وهو خاص بالفصل الخامس المعادلات التفاضلية شنو مشتقة الـ e os u هي نفسها في مشتقة الأس إذا كان e os سالب x هي نفسها في مشتقة الأس هي سالب واحد مشتقة الثابت في دالة يساوي الثابت في مشتقة الدالة هل أن أو بين أن y يساوي أي e السالب x حلا للمعادلة التفاضلية y براهيم زائد y يساوي صفر إذن نجد المشتقة الأولى وثم نأخذ الطرف الأيسر ونعوض بدلا عن y وال y براهيم بما يساويها إذا طلع الجواب صفر أقول نعم حلا للمعادلة التفاضلية إذا ما كان الجواب صفر أقول ليست حلا للمعادلة التفاضلية فإن قال السؤال هل ستكون استفهامية ربما نعم ربما كلا ولكن إذا قال بين يجب أن تكون معادلة إذن أستاذ قصي هنا دعوة للطالب نعم للاستنباط الجواب من السؤال نعم يعني هسا الطالب ما مستحيل أنه يقول لك ليس حل نعم لأن أنت موجه بأنه بين أنه حل كما تفضل وإن قيل بين فيما إذا كانت إذن ستكون حكومة نفس حكومة الهل ربما تكون معادلة تفاضلية وربما ليست معادلة تفاضلية إذن طلعت عندنا معادلة تفاضلية السؤال الخامس الفرع با قطع زائد بركزه نقطة الأصل وطول محوره الحقيقي 2A يساوي 6 وإحدى بؤرته بؤرة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ويمر بالنقطتين زيان قطع مكافئ إذا كان يمر بنقطتين واحدة بالربع الأول واحدة بالربع الرابع يعني شلون صاير شكله أكيد شكله بصورة هذه زيان إذا مر القطع المكافئ بنقطة فإنها تحقق معادلة هسا النقطتين أحدهما بالربع الأول الأخرى بالربع الرابع إذن هنا لابد أن الرسم سيكون بهذه الصورة إذن ربع أول ربع رابع الرسم به الصورة هذه إذا كان اتجاه الفتحة بالقطع المكافئ لليمين لابد أن معادلة Y تربيع تساوي 4PX إذن أعوض أي نقطة تشاء كيفك؟ لاستخراج قيمة الP ومن ثم إعادة تعويضها بالمعادلة إيش ديرد مني بالسؤال؟ دا يقول لي قطع زائد إحدى بؤرتين بؤرة المكافئة زيان إذا كانت الP تساوي 7 وكان الاتجاه على يمين يعني البؤرة شنو؟ يعني بؤرة المكافئة 7-0 إذن بؤرتين قطع زائد منه راح تقول لي موجب سالب 7-0 إذن السي تساوي 7 عندك التو أي تساوي 6 لأي تساوي 3 لأي معلوم السي معلوم العلاقة الرئيسية كتبته وميز بين العلاقة الرئيسية للقطع الزائد والقطع الناقص القطع الناقص أي تربيع تساوي B تربيع زائد C تربيع ويمكن كتابتها C تربيع تساوي أي تربيع ناقص B تربيع أما في القطع الزائد C تربيع تساوي أي تربيع زائد B تربيع استخرجنا قيمة B تربيع وكتبنا معادلة القطع الزائد شوية طول الخلقويانة وقالنا فرعين السؤال السادس الفرع ألف جسم يتحرك على خط مستقيم بسرعة 6T تربيع ناقص 12T زاء 6 فجد مطلبين المطلب الأول المسافة المقطوعة بالفترة الصفر 5 شنو قانون المسافة في نهاية الفصل الرابع المسافة تساوي تكامل من A إلى B مطلق VT DT و DT عفوا ووجود القيمة المطلقة داخل التكامل تعني وجوب مساوات داخل المطلق بالصفر لاستقراج قيم أو قيمة T ثم عرضها على الفترة المعطاة فإن كانت تنتمي لها تجزئة التكامل إجبارية وإن كانت طرفا لها أو لا تنتمي لها هنا تجزئة التكامل لا تحتاج لها إذن ساوينا بالصفر التي طلعت واحد الواحد تنتمي إلى الفترة صفر خمسة إذن صار عندي تكاملين من صفر إلى واحد زائد من واحد إلى خمسة عوضت السرعة إجريت التكامل عوضت حد أعلى وحد أدنى إذن الجواب هو مية وتلعين أما إذا قيل جد الإزاحة المقطوعة بالفترة الفلانية هناك فرق بين المسافة والإزاحة المسافة كمية عددية يجب أن تكون موجبة الإزاحة كمية اتجاهية ربما تكون موجبة أو سالبة أو صفر رياضياتياً الإزاحة هي تكامل السرعة مباشرة على الفترة المعطاة لا تساوي بالصفر ولا تدوغ نفسك ولا قيمة مطلقة إذن الإزاحة هي تكامل السرعة من 2 إلى 4 كاملت وحوضت حد أعلى وحد أدنى يساوي 52 ومسك الختام باستخدام التفاضلات أو يقول لي باستخدام نتيجة مضرهنة القيمة المتوسطة أريد أن أؤكد على أمر بسيط جدا فيما مضى سابقا لم يكن مذكور في الكتاب المنهجي مبرهنة رولو القيمة المتوسطة ولكن التقريب كان موجود من ضمن الكتاب فمن يجي سؤال تقريب شيء يقول باستخدام مفهوم التفاضلات من دخلة القيمة المتوسطة للمنهج صيغة السؤال تبدلت باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة ولكن لا بس أن يذكر الصيغة القديمة باستخدام مفهوم التفاضلات جد القيمة التقريبية للجذر التكعيبي للسالب تسعة خطوات الحل أولا تسمية هذه الدالة أفوف أكس تساوي جذر التكعيبي للأكس ويساوي أكس أس واحد على ثلاثة يا عدد قريب من السالب تسعة إلى جذر التكعيبي ستقول لي سالب ثمانية الأي يساوي سالب ثمانية البي يساوي سالب تسعة الأش هو بي ناقص أي سيكون سالب واحد الأفوف أي هو الجذر التكعيبي للسالب ثمانية اللي هو سالب ثمانية قبل ما أشتاق يجي طالبي يقول لي يصير أسميها للدالة جذر التكعيبي للسالب أكس أقول له أي يصير بس بالشرط أن تكون الأي تساوي ثمانية ليس سالب ثمانية يصير بأن السالب هذي تطلع خارج الجذر نعم يصير ما طول دليل الجذر فردي يصير ماكو مشكلة يعني سميها الدالة سالب الجذر التكعيبي للأكس والأي تاخد ثمانية ولكن إذا كان بهذه الصورة اشتقاق الدالة بالنسبة إلى أكس وتعويض بالنسبة إلى أي وإيجاد القيمة التقريبية للواحد على اثنعاش تقريبا ثلاثة واثمانين بالألف ومن ثم كتابة القانون النهائي والتعويض فإن ختمنا اليوم في موضوع التقريب ولكننا لا نؤمن بالتقريب بالنسبة لدرجتك إن شاء الله بالامتحان الوزاري نريدها أن تكون مئة وليس تقريبا مئة شكرا أستاذ عبدالله أنا أشكرك وأملنا باجتياز الاختبار اليوم غد إن شاء الله ولك الخطام شكرا لكل الكوادر العاملة في فضائية العراق التربوية شكرا لمشاهدين الكرام نستودعكم بأمان الله وحبه شكرا للمشاهدة